بالسم الله والسلاة والسلام على رسول الله في هذا الفيديو هنرى تصريحات مهمة لوزير التربية والتعليم تابعوا معايا ، primero tesurgynky sagte وزير التربية والتعليم قال إن الفيديو الخاص لا ستكون متمعة بالتجارati وحذر من وجود فوضى بعد إغلاق مراكز دروس الخصوصية نعرف إن مراكز دروس الخصوصية كلها! Academic alert. قال إنها يكون فيه فوضى، هايحاولوا أصحاب المراكز دي fifth несколько throughout them ان هم يبيعوا فيديوهات على السوشال ميديا فيديوهات تعليمية قال إن هذا الموضوع عامل زي الإدمان المدمنين بتوقع الدروس خاصية مش هيسكوتو هو قال بعد إن بعد ما قفله السناتر هيبيعوا تواجعوا الوهم من خلال الفيديوهات أنا شفت الكلام ده ده شوفت الذي نفسي ده كلام وزير التربيات والتعليم يقول أنه سافر الفيديوهات دي بنفسه فيديوهات المدرسين وفيديوهات شرح بيبعوها من خلال مواقع السوشالي هو حذر من التعامل مع الفيديوهات ديت وقال أي فيديوهات تعليمية بعيدا عن الويب سايت اللي هو اللي هتنزله يوم الخميس الوزارة ده هتكون فيديوهات غير معتمدة وهتكون فيديوهات مش متوافقة مع فلسفة الوزارة طيب بالنسبة لفترة تعطيل الدراسة زي ما احنا عارفين انها اسبوعين قال انها احتمال تمتد ممكن تبقى اكتر من اسبوعين ولكن قال خلال الفترة دي كلها مش هيسمح بتدريس اي محتوى الكتروني يعني لو في منصة الكترونية بتدرس المواد التعليمية هتتقف لازم تكون بترخيص من الوزارة وقال اي حد هيخالف الكلام ده سواء بأنها منصة الكترونية من خلال فيسبوك او عن قناة اليوتيوب اي قنوات تعليمية بتشرح المناهج الدراسية بناء على تعليمات الوزير ان ده كده هيعتبر مخالف وهتغلق على الفعل دي كانت اخر تصريحات وزير التربية والتعليم يعني هو عايز الطلاب يكونوا على الويب الخاص بالوزارة التربية والتعليم وما يبصوش لأي حاجة برا الويب سايت كل مواد التعليمية هتكون على بنك المعرفة وعلى الويب سايت الخاص بوزارة التربية والتعليم اي حاجة غير كده وزير التربية والتعليم قال دي مش متوافقة مع سياسة الوزارة او فلسفتها وغير مرخصة وغير معتمدة من وزارة التربية والتعليم وهيتم اغلاق سوابها ان تتعاملوا مع منصة تعليمية غير وزار التربية والتعليم او مدرس بيشرح او جروبات على الواتس او حاجة زي كل ده بيعتبر مخالف لتعليمات الوزير دي كانت اخر قرارات من وزير التربية والتعليم شكرا لحضرتكو والسلام عليكم